كيف يمكن لمعلم اللغة العربية أن يقدم حصة الإملاء للمتعلمين في أواخر المرحلة الابتدائية وفي الصفين الأول والثاني من المرحلة المتوسطة؟ أو بمعنى آخر، ما الاستراتيجية المقترحة لتدريس الإملاء للطلاب في هاتين المرحلتين؟ كلمة الاستراتيجية تشير إلى مجموعة من الإجراءات التدريسية المحددة التي تقوم بها أنت كمعلم للغة العربية لتحقيق أهداف درسك والدرس هنا هو قاعدة إملاء جديدة تريد أن تقدمها لطلابك سواء كانوا في الصف الرابع أو الخامس أو السادس الابتدائي أو الأول أو الثاني المتوسط تشمل إجراءات استراتيجية تدريس الإملاء أولاً التمهيد لموضوع الدرس ويتم هذا التمهيد من خلال مقدمة موجزة تقدمها كمعلم تهيئ طلابك فيها لدراسة القاعدة الإملائية الجديدة ثم تبدأ معهم في قراءة النص الإملائي قراءة نموذجية صحيحة مع التركيز على الكلمات الصعبة في التهجي التي تتوقع أن يجد طلابك صعوبة في كتابتها ثم تبدأ في مناقشة المعنى العام للنص الإملائي بأسئلة توجهها إلى طلابك وتطلب منهم أن يجيبوا عنها في ضوء ما فهموه من معنى هذا النص ثم تنتقل بعد ذلك إلى مرحلة التهجي للكلمات التي تتشابه مع المفردات الصعبة الموجودة في النص الإملائي وتقوم بتدوين هذه الكلمات على الصبورة أمام تلاميذك حتى ينتبهوا إليها ويدركوا كيفية كتابتها ويكتشفوا بأنفسهم مواطن الصعوبة في كل كلمة منها ثم يبدأ المتعلمون في إخراج كراسات الإملاء وأدوات الكتابة وتقوم أنت كمعلم بمحو جميع الكلمات التي دونتها على الصبورة تبدأ بعد ذلك في قراءة النص للمرة الثانية حتى يتهيأ التلاميذ لكتابته بشكل جيد ثم تبدأ في إملاء النص على المتعلمين وتراعي في إملائك للنص أولا أن تقسم النص إلى وحدات مناسبة للتلاميذ طولا وقصرا ثانيا أن تقوم بإملاء النص مرة واحدة لحمل التلاميذ على حسن الإصغاء والانتباه لك ثالثا لا بد أن يكون صوتك واضحا وأن تراعي استخدام علامات الترقيم حتى يستطيع المتعلم أن يتابعك وأن يكتشف المعنى الذي تمليه عليه لا بد أن تنبه المتعلمين في فصلك إلى الطريقة الصحيحة للإمساك بالقلم والجلسة الصحيحة في أثناء الكتابة وكيف يجب أن يسقط الضوء على الورقة التي يكتب فيها ثم تبدأ في قراءة النص للمرة الثالثة على أسماع التلاميذ حتى يتداركوا ما وقعوا فيه من أخطاء ويكملوا ما فاتهم من كلمات فإذا ما انتهيت من إملاء النص للمرة الثالثة تبدأ بعد ذلك في تصحيح ما كتبه تلاميذك في هذا النص وفي مرحلة تصحيح الإملاء يناقش المعلم الكلمات الصعبة ويشرح بعض قواعد الإملاء عن طريق الأمثلة التي مرت على المتعلمين ويحاول أن يربطها بالقواعد الإملائية التي سبق الحديث عنها ثم يناقشهم في معاني النص بشكل عام السؤال الآن ما طرق تصحيح الإملاء؟ لتصحيح الإملاء عدة طرق منها تصحيح كراسة كل تلميذ أمامه في هذه الطريقة يصحح المعلم كراسة كل تلميذ أمامه وينشغل التلاميذ بعمل آخر كالقراءة وهذه الطريقة مجدية من حيث أنها تفهم كل تلميذ خطأه في الإملاء ولكن يؤخذ عليها أنها طريقة طويلة لا تسمح للمعلم أن يصحح جميع الكراسات بل إنها تجعل المعلم في شغل عن باقي التلاميذ الذين قد ينصرفون إلى اللهو والعبث هناك أيضا طريقة تصحيح الكراسات خارج الفصل حيث يجمع المعلم الكراسات ويكلفهم بتكرار الكلمات التي أخطأوا فيها وهي طريقة أقل فائدة من سابقتها وتستنفد جهدا كبيرا من المعلم ويؤخذ عليها أن الفترة الزمنية التي تمر بين وقوع التلميذ في الخطأ ومعرفته الصواب فترة زمنية طويلة فلا يتحقق التصحيح المباشر والفور للخطأ الإملائي هناك كذلك طريقة التصحيح من خلال النموذج وفيها يعرض المعلم على التلاميذ نموذجا للنص ثم تتم عملية التصحيح بتبادل الكراسات فيما بينهم فيصحح كل تلميذ أخطاء زميله وهذه الطريقة قد تسبب بعض المشكلات السلوكية بين التلاميذ هناك أخيرا طريقة التصحيح الشخصي وتتم بأن يصحح كل تلميذ خطأه بالرجوع إلى النموذج الصحيح للنص الذي يعرضه المعلم على التلاميذ وهي من الطرق المفضلة لأنها تعود التلاميذ على دقة الملاحظة والثقة بالنفس والاعتماد على أنفسهم كما أنها تعودهم الأمانة والشجاعة بالاعتراف بالخطأ ويحسن بالمعلم عندما يطبق هذه الطريقة أن يتجول بين تلاميذه في أثناء التصحيح ليرشدهم إلى ما قد يستفسرون عنه عند عملية التصحيح وليتأكد أن عملهم يتم على الوجه السليم